مدام يسرى كانت تحكينا مدام لمية أنه لحد الآن تقريبا حصلوا 100 عارض في الصالون الخراني التي احتضرته تونس في أفريل 2021. هي بالنسبة لها تطورها من 2009 لتويكا. عدد العارضين مشرف. لكن كنشوفوا الرقم 7,970 ناشط ومتدخل في مجال الفلاحة البيولوجية. الأمور متقبلش بعضها. وين الخلل وين المشكلة بالتحديد اللي كانت تفسر هنا. نحن اليوم كمنظمة التي تحب تدعم القطاع هذي. بالنسبة للتصدير نحب ندعمه ونحسنه ونطوره. هذا كما فيه شكل اختلاف. نحب زادة يصيرها التنوع هذا في الانتاج البيولوجي. التنوع ما تكون فيما أكثر خضروات. فيما الأشجار المثمة. فيما النباتات العطرية. إلى آخره. هذا هو هدف من الأهدف التي نحب أن نخل طوله. وتعريف زادة في السوق المحلية. وتعريف السوق المحلية. خاطر اليوم زادة كيف نحكيه على استهلاك في السوق المحلية. المستهلك التونسي ليس بشيش في زيت زيتونة. بالعكس هو زيت زيتونة. عادة في اقتناء زيت زيتونة. بش يمشي المعصرة يشري. خاطر كيف نحكيه زيت زيتونة بيولوجيا. في أكثر وقت يكون نعلم وكما كنت أقول يكون مواجه للتصدير. اليوم لازمنا نوعه في المنتوج هذا. وانت مكريك أحكيت على عشرين منظومة اللي هو فيه الانتاج الحيواني. كيقولوا انتاج الحيواني فيه الحليب ومشقاته. فيه البيض والجيش. فيه فيه اللحوم. فيه معت اللحوم البيضاء. فيه كما قلت الخضر ويت. فما بارش منتوجات اللي لازمنا اليوم نلقاهم في السوق بش المستهلك يولي يشري الحاجات التي يستهلكها ويستكها بصفة يومية. لكن كمنتجات بيولوجية بالكميات المطلوبة في الأسواق المساحات التجارية الكبرى. ما هي متوفرة؟ كماذا تفسروا هانتو؟ جسو نوع بكريكا فما سؤالت عرفته في الفيديو. قلت أسكو اليوم ما هو موجود في السوق المحلي. صحيح اليوم فما من 2010 فما تطور في عدد نقاط البيع المختصة في المواد البيولوجية والمواد الطبيعية. هذين قاعدين نشوفوا فيه. كيفش المستوح التطور هذي اللي كنت عطينا بعدد عدد نقاط البيع. أول نقطة بيع في 2010. اليوم كان نحسبوهم. يكون فما عشرين نقطة بيع. وفما زادت 20 تنليل. هذو مسحيح متواجدين أكثر في الموضن الكبرى كيما تونس كيما سوسا نابل. ما زالوا متواجدين في المناطق الأخرى. فما تطور في عدد قطاع نقاط البيع. هذا من الجهة. من الجهة أخرى حتى توفي المساحات الكبرى. فما اهتمام بالمواد هدية. وحتى احنا نشوفهم يحبوا يشريوا يلقاوا مع تشكون يزودهم في المواد. يقولي من 2020 مع الجائحة هذا يظهر الحقيقة. حتى قبل. هو حتى قبل معنتها. من 2010 فما فما اهتمام قصة سواء من المتدخلين في القطاع. حتى من الصلاة يطوروا الاستهلاك على السوق المحلية. سوق المحلية. أما لازم نوفروا المنتوج. ونشوفوا المنتوج. المنتوج اليوم مش متوفر بكثرة. مش متنوع. فما زادة اشكال آخر اللي احنا زادة نحب ونخنو عليه. هو السعر المنتوج. اللي معروض للمستهلك. اليوم نحكي وخضرويات السعر ما زال باهد. معتا اليوم التونسي. ما نجمش. كل ما هو بيولوجي باهد. هو حتى البرى. السعر باهد. معتا يكون أكثر. مش نتقصروا اللي يشاهدوا فينا. نقولوا كل الأسعار مرتفعة. وكل شي صحيح. لكن هذا ما ينقص من قيمة المنتوج البيولوجي. وإذا توضعت أسعار مرتفعة لخاطر جودة هالمنتوج هذية. لازمنا نكثروا في الانتاج. خاطر كي تكثر في الانتاج. بتبيع السعر بش ينقص.